بالنسبة للديمقراطية في تركيا إن شاء الله منذ صباح اليوم وأنا أراقب الأمور وتلقيت معلومات من وزير الداخلية بأنه كل الأمور تسير بسلاسة ليس هناك أي مشكلات المسار مستمر حتى الآن. الأهم هنا طبعا فيما يتعلق بالاقتراع في مناطق الزلزال المنكوب ومواطنيننا هناك بمحبة كاملة يدون أصواتهم حتى في تلك المناطق ليس هناك أي مشكلات وأتمنى بأنه بعد فرز الأصوات لشعبنا ولديمقراطيتنا إن شاء الله أطلب من الله تعالى بأن نكون كل الخير لشعبنا وليس داعي ليس هناك أي شك أطلب من كل المواطنين بأن يدون بأصواتهم حتى مساء اليوم. هذا مهم جدا من ناحية إطار القوة الديمقراطية في تركيا وأيضا من هنا أنا أقدم كل المسؤولين وكل الذين موجودون الآن في مراكز الإقتراع شكرا لهم نعم هل ستقومون بمراقبة الانتخابات من إسطنبول؟ نعم شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر